السلام عليكم السلوت اليوم انا نحكي عن اول واحد يكتشف رياضة كرة القدم اصل اللعبة كرة القدم مين اختراع ومن وين اجد في كتير تحف واثار بتشير انه كرة القدم موجودة من الاف السنين وكانت تنلعب بمصر وبروما وبالصين اما بالنسبة للقوانين اللي كانت تنلعب على هداك الوقت كان كل بلد في عندها قانون خاص فيها وخاص بالفريق تبعها وكانت القوانين تختلف بشكل كتير كبير بالنسبة للقوانين اللي متفقين عليها حاليا يمكن يكون الخبر كتير غريب عليكم بس مصر القديمة كانت مسقط رأس كرة القدم ليش مصر القديمة؟ لانه اكتشافات علماء الاثار هنه عم يدور بالأبور المصريين القدامة وجدوا كرات قدم مصنوعة من الكتام ويرجع تاريخ الكرات ل 2500 سنة قبل الميلاد واستنادا عن الرسومات اللي كانوا يشوفوه علماء الاثار المرسومة على الجدران بالأهرامات والمعابد المصرية القديمة اكتشفوا انه كانوا يلعب كرة القدم على زمان الفراينة كانوا يعملوا طابات الوانها زاهية ويلعبوا فيها فوق المحاصيل بيقولوا مشان تكون محصول السنة وفير وبعد مرور 2000 سنة ظهر شكل موديل جديد للكرة القدم بس هالمرة كان بالصين كرة القدم في الصين القديمة شهدت الفترة الممتدة بينها عامي 476 و 221 قبل الميلاد انتشرت في الصين لعبة اطلق عليها السد كيوجو والدرجة من الحرفية لهذه الكلمة بمعناتها ركل الكرة باستخدام القدم الكرة بالصين كانت مصنوعة من الجلد ومحشية بالريش وكانوا يلعبوا فيها بملعب على شكل مستطيع مثل ملاعب اللي نعرفها الى لحنا وبالنسبة للهدف بالصين كان عندهم تقريبا نفس الهدف اللي عندنا عارضتين وفي بالمربوط بين كل عارضة وعارضة شفد اماشية وسرعات ما انتشرت هاي اللعبة بالصين وصارت شعبية بشكل كتير كبير حتى ان القاضي العسكرية صاروا يستخدموا لتدريب العساكر طبعا لانه بتزيد وبترفع من اللياقة البدنية للجسم وقمت الطبقة الحاكمة بتنظيم مباريات شاركة فيها العديد من الشعب والنساء ايضا والقوانين اللي كانت بالصين لما كانوا يلعبوا وتقريبا كانت نفس القوانين موجودة هلا بحقلها بتلمس الطاوية كل جسمك ما عدا اليدين بس بالنسبة لعداد التبديل كانت مختلفة شوي لانه كان بحقلهم من اثنين لعشرة تبديلات بالمباراة وبالنسبة للمباراة اللي كانت نظمة للطبقة الحاكمة كان عدد الفريد يتراوح من 12 ل 16 لاعب بالنسبة للتحكيم على المباراة الصينية كانت مو دائما تنعطى نتيجة الفوز اللي مسجل اهداف اكتر كانت احيانا الفوز ينعطى لاداء اللاعبين ولللعب الحلو كان هو اللي يفوز لو حتى هو مسجل اهداف اقل بس اللاعبه احلى اللاعبه اجمل كانوا يعطوه النتيجة لالله كان اللي يعمل تمريرات اصيرة او تمريرات فاشلة اول اي حدا بشوت الطابق خارج او دية الملعب ملعب ملعب المستطيل المحدد كانوا ينقصوا من اعطوه الشي بساعد الفريق الثاني على فوز كرة القدم في روما القديمة لعبة كرة القدم في روما ما كان فيها لا استراتيجيات ولا كان فيها خطط ولا كان فيها تكتيك نهائيا اللعبة كرة القدم في روما كانت تلعب ب 54 لاعب وكل فريق يتكون من 27 لاعب وكان الهدف الوحيد لكل فريق انه ياخده الطابق ويخليها معه وما يخلي الفريق الثاني ياخذها ابدا كمان ممكن كان فيها تسجيل نياط على الاستحوازات الاكتر للكرة بس كتر تعداد اللاعبين على ارض الملعب كان يسبب كتير مشاكل عنف وكتير اصابات بين اللاعبه لدرجة انه ما يقدروا يواصلوا اللاعب كرة القدم في العصور الوسطى فينا نحكي انه الانجليز هنم ينحافظوا على تراث وتقاليد وعراقته اصالت لعبة كرة القدم ومنعوا اندثارها ومنقراضها لانه بهذاك الوقت كان اغلب العالم تحاربها بسبب المشاكل اللي تسببها بين الشعبين وكان دائما انتخانها مشان لعبة الطابق من زمان ايقوى ما زلنا الحمول الله لعبة كرة القدم فيه منتصف القرن الرابع عشر بشكل كتير مجنون من قبل عدد غير محدود من اللاعبين وما كان فيهني قواعد ثابت للعبة يعني كل اللاعب يقدر يلعب بحريته شو ما بده على كيف ومدون قوانين ومدون حكم بس بشرط انك ما تأزيل اللاعب الخصد كانوا يلعبوا الطابق بالشوارع بالأزقة ويعملوا عليها بطولات بالشوارع فمره من المرات بأحد الأزقة كان فيه بطولة عم يلعبوا طابق فواحد من اللاعبين شاط الطابق انفاتتها عند محل حلاء ضربت الحلاء والحلاء كان عم يحلل زبون فبالغلط الحلاء اطعوا له وريد رأيته زبون مات بسبب اللاعب الهائش اللي كان بالأزقة الشوارع وكان اللاعب بالأزقة والشوارع يسبب مشاكل شغب كتير كبيرة ويعمل أضرار كتير جسيمة بالعالم اللي ماشي بالطرقات وبصحابين المحلات كمان وهذا الشي دفع المسؤولين لأنهم يحضروا لعبة كرة القدم مع ذلك هالشي موقف شعبية وحب الجمهور للعبة كرة القدم وضلت منتشرة بخفية ومع هي استمرت شعبية لعبة كرة القدم وضلوهم يلعبوا فيها لنهاية القرن الرابع عشر ورجوا بإنجلترا اللي مارسوا اللعبة بالأزقة ويلعبوا فيها بالشوارع إلى حد ما انطلع شي اسمه ملاعب يقصصوا ملاعب خصوصي للاعب كرة القدم لما كانت المباراة تبلش كان أي واحد يقدر ينزل على الملعب ويفوط ويشارك مع الفريق ويلعب بغري من دون سابق انزار ينزل ويلعب حتى تلابت تم حظر لعبة كرة القدم بالمدارس في إنجلترا بسبب الخشونة وبسبب المشاكل التي كانت تنشأ بينها طلاب المدارس وهي شي خلا اندية كرة القدم تنصف قوانين وقواعد خاصة للعب كرة القدم إنشاء اتحاد كرة القدم ببداية عام 1860 اعتمدوا على قوانين نظيفة والابتعاد عن العنف في الملعب بس المشكلة إنه بهديك الفترة كلنا دي كان عنده قوانين خاصة فيه وكانوا كلما يلعبوا مع بعض يصير فيه مشكلة على أي قانون اللي احنا بنلعب هالله في عام 1830 قدروا يلاقوا حل هاي المشكلة لما اجتمعت 12 ممثلين للنوادي بلندن اللي يقدروا يناقشوا القوانين ويقدروا يصلوا لقانون واحد موحد للكل لكل الألعاب والفروض وال12 نادي اللي اجتمعوا ويقدروا قوانين خاصة للكرة القدم صار اسمهم هيئة الإدارة الذي يطلق عليه فيما بعد اسم اتحاد كرة القدم وهو ما يسمى في اليومين الآن كأس الاتحاد الإنجليزي بسرعا منتقل الاتحاد بشكل سريع حول العالم الاسبانيا وفرنسا وهولندا والسواد بالنهاية الدول كلها اجتمعت لحتى تقدروا تشكل شيء اسمه الهيئة الإدارية لكرة القدم اللي هي شغطة الإشراف على ألعاب كرة القدم كلها يا اتح والعالم والذي يسمى لاحقا بالفيفا السؤال الأخير هو مين اللي اطلق على هاي اللعبة اسم كرة القدم الانجليز هم من اخترعوا أو لقبوا هاي اللعبة بهذا الاسم ليقدروا يميزوا بينها وبين لعبة الركبة ولهوم تكون انتهت حلقتنا اذا عجبكم هنوه من الفيديوهات اكتبوا لي بالتعليق تحير لنزلكم فيديوهات اكتر عن موضع الرياضة ولا تنسوا تعملوا لايك وشير واشتركوا بالقناة وانتظرونا بحلقات قادمة ان شاء الله سلوت اشتركوا في القناة